مرحبا اصدقائي رجعنا وياكم هاليوم وراح نسوي اياكم البورغر المشوي على الفحم بطريقة كلش طيبة وشهية وقبل ما نبدي راح نشوفكم صفحة القناة الثانية اللي احب يشترك ويانا ليساهم في دعم القناة وان شاء الله نسوي بياها شغلات مختلفة مو بس للطبخ يعني هوايات وزراعة وشغلات ثانية اما المقادير اول شي راح نسوي عجينة خبز البورغر نحتاج خمس اكواب من الطحين الابيض الصفر هايذا الكوب اللي استعملته كوب متوفر بكل بيت وكوب حليب ضرف من الخميرة الفورية بيضة ملعقة خل خل تفاح اي خل متوفر عدكم ملعقة ونص من السكر وملعقة كبيرة او خمسين غرام من الزبدة وبالتأكيد رشة ملح اول شي اصدقائي او حبايبي راح نخمر الخميرة مالتنا اللي راح نسوي بيها العجينة نحط الحليب بطاسة العجن نضيف عليه الخميرة نضيف عليه السكر ونضيف عليه الخل الخل حسب المتوفر مثل ما قلنا خل التفاح او خل الابيض ونتركها تقريبا ما نحركها هالشكل بس نضيف هنو نتركها حوالي عشر دقائق ربع ساعة تتخمر شوفوا شكل هالشون اتخمرت ارتفعت ريحتها تطلع ايضا نتبين انه اتخمرت نتأكد هالشكل انه خميرتنا تشتغل نضيف رشة الملح على الطحين ونضيف نضيف الطحين الى الخلاط او العجانة كل الطحين المتوفر ادنا نضيف البيض ونخلط هن هاي المكونات كلها وبالتدريج ابدي اضيف كوب من الماء الدافئ طبعا الحليب لازم يكون دافي والماء دافي حتى اضمن انه تتخمر العجينة بشكل جيد مثل ما دا شوفون تبدي العجينة تتكون وتتجمع على بعضها وهس راح اضيف بالاخير الزبدة حتى تنطيها بعد ليونة الزبدة راح تليلي شوية العجينة لكن ترجع ان شاء الله تقسى اثناء العجين وصير عجينة تشبه تقريبا عجينة الحبز عجينة في لش سهل هنا بعد ما انتهينا من العجين راح نترك العجينة نخمرها لمدة تقريبا ساعة راح نغطيها ونتركها على جنب بدرجة حرارة الغرفة لمدة 45 دقيقة الى ساعة كاملة وبعدين راح نحضر بهاي الاثناء اللحم اللي راح نسوي بالبورغر طبعا هنا عندي لحم ماثروم نفس لحم الكباب اللي هو ب 20% دهون لازم يكون بشوية دهون حتى ينطي طعم كلش طيب للبورغر راح نسوي البرغر اليوم بطريقة محشة بالجبن البرغر المحشي بالجبن مو البرغر ورح أخلي قطعة من النايلون مثل ما تشوفون أخلي كمية من اللحم كطبقة أولى أسويها كطبقة أولى أضغطها بقالب البورغر حتى تتساوى تنطيني طبقة يعني لا تسوه كلش سميكة خلي تكون شوية رقيقة لازم أيضا تكون متساوية هنا شوية هنا بالأطراف تزد تشوفوا يعني أكمل هبس وأرجع أضغطها بحيث تنطيني عجينة أو قطعة بورغر متساوية الأطراف لازم تكون متساوية الأطراف حتى بعدين لما نحط عليها الجبن ونسوي الطبقة الثانية حتى لا يطلع الجبن من عدها أثناء الشوية يعني قدر الإمكان أنه أحافظ بعض جبن بداخلها هنا عندي الجبن العادي هذا اللي نستعمله للريوق جبن الكودة أحط أي جبن متوفر راح أقطع الأطراف حتى لا تطلع للخارج بهذا الشكل حتى تمركز بوسط البورجر بهذا الشكل سويت أول طبقة بنفس الطريقة راح أسوي الطبقة الثانية وراح بعدين أحط هن فوق بعض أحط الطبقة الثانية فوق الطبقة الأولى اللي سويتها بهذا الشكل وأيضا أجمع هن على بعض وأرجع أكبس هن مرة ثانية بالقالب حتى أضمن أنه تلتصق طبقة اللحم على بعضها وأضمن أنه ما يطلع الجبن خارج قطعة البورجر قبل في أحد الفيديوهات أنا سويت البورجر لكن هاليوم حبيت أسوي لكم بطريقة مختلفة حشب الجبن ونشوي برا على الفحم بعد ما كملنا البورجر وحضرنا هسه راح نسوي نقطع العجينة مثل ما تشوفون نقطع العجينة بعد ما تخمرت هذا شكلها نقطعها على شكل قراص صغيرة أو كراج صغيرة طبعا حجم قطعة البورجر يرجع لكم أنا هنا سويت حجمها تقريبا شوية كبيرة حتى تجي بنفس قياس اللحم اللي سويت ممكن تسوها صغار كبار طبعا الحجم بالتأكيد يرجع لكم هنا بعد ما كملناها شوية راح أكبسها أفتحها حتى تكون مسطحة شوية هالشكل بس بأيدي أضغط عليها أتركها أغطيها أتركها تقريبا نصف ساعة لبي ما أكمل كم شغلة أجهز البيض اللي راح أخلط وجه البورجر شوية قليل من النسكافي ملعقة صغيرة ويا بيض ذوبها طبعا بمي النسكافي قليل من المي وبيض وأخلطها حتى أدهن بيها وجه البورجر وينطيني هذا اللون الذهبي الجميل شوفوا هنا تخمرت مرة ثانية راح أرجع أيضا أكبسها مرة ثانية شوية لأن صعدت انتفخت وراح أدهنها بطبقة الخليط اللي سوينا القهوة النسكافي ويا البيض اللي راح يكون لون ذهبي بعدين أثناء الشواء أو بعد الشواء راح أرش عليها طبعا حسب الرغبة قليل من السمسم اللي عنده حبة البركة أو السمسم أو مايرش عليها الشي طبعا هذا الأمر أيضا راجع لكم لكن المعتاد عليه دائما حبة البورجر مرشوشة بالسمسم طبعا هنا أنا سخنت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية أو 1780 وهنا دخلت هالفرن شوفوها شلون داخل الفرن انتفشت لون هالذهب يبين وبهاي الأثناء راح نترك يبرد ونحضر عملية الشيواء هنا الفحمات أنا حضرت هن مثل ما داش شوفون وحضرنا النار وراح نبدي نحط اللحم عليه طبعا هنا لجانب البورجر أنا سويت تم قطعة من الكباب لأن زوجي ما يأكل البورجر فسوينا للكباب فهنا راح نبدي نشوي البورجر والشغلات الثانية اللي محضر يحن هنا نحط اللحم البورجر على نار الشواء طبعا الشواء نطاف الطعم كلش طيب مختلف عن طعم البورجر إذا سوينا على المقلة أو على الطاوة بالمطبخ الأجواء كلش حلوة لدينا اليوم كان أجواء صيفية أجواء كلش جميلة هنا بعد ما نشوي الطبقة الأولى من البورجر نقلبها على الجهة الثانية العفو استواجها نقلبها على الجهة الثانية بدأ دهنة ينزل وبدأ الدخان شوية تكبر والنار تكبر أحاول أنه أبعدهن عن اللهب أو أقدم اللي بعدهن ما مستويض على اللهب حتى لا يحترقين شوفوا شلون بدأ يشيل الجبن منعدها ويطلع بالرغم أنه حاولنا أنه نضغطها وليس بشكل جيد وبهذا الشكل استوات أول وجبة من البورجر وكملنا البورجر وخلونا نشوف شلون نرتبه هذا الصمون أيضا أو خبز البورجر بعد ما طلع من الفرن وبرة تشوفوا شلون أصدقائي كل يشه قطني هش وهي الصلطة اللي ممكن أن نحطها لجانب البورجر ممكن تقدموه البطاطا المقرمشة ممكن ويا صلطات ممكن ويا شغلات ثانية كل شي يعني حسب المتوفر عدكم بالبيت هنا حطينا بالتأكيد طبقة من الكوتشوب طبقة من المايونيزة حطينا البورجر الصلطات خيار خيس طماطة بصل أي شي متوفر عدكم أو تحبوه تحطوه وهنا نكمل كملناها بهذا الشكل هاي بنتي جاعت في أول سندويجة إلها كانت داي تسويها وبهذا الشكل شوفوا شون من ننقصها أصدقائي شكلها من الداخل كل شي طيب وجميل ومذاقها رائع لأن شوت على الفحم بهذا الشكل حبايبي انتهينا من عمل البورجر المشوي على الفحم المحشة بالجبن كان طعمه كلش طيب وشهي منظره رائع لا تنسون أصدقائي طلبي منكم أن تشتركون بقناتي الثانية وأهلا وسهلا بكم ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر